اختوت متأولى جلسات الحوار الوطني الذي كلف به رئيس عبدالفتاح السيسي بمقر الأكاديمية الوطنية لتدريب وكانت إدارة الحوار الوطني قد أعلنت تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني الذي يتألف من 19 عضوان بناء على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنصق العام له بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار ذلك لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني ويهدف الحوار الوطني إلى تبادل الرؤى بين مختلف أطياف المجتمع المصري سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الحقوقيين أو غيرهم لتكون الخطوة بمثابة حلقة جديدة تضاف إلى طريق التحول نحو الجمهورية الجديدة